لقد قتلوا الملك السويد لقد قتلوا ملك في حربنا الملك ليس ملكنا يا ساير فاطميين نسحبوا من التحالف ضد بيزنطين ملك ملك ليس ملك يعملون الدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب وأهلا بكم في الحلقة العاشرة من لعبة فرسان الشرف بدوننا ندخل في تفاصيل وشروحات خلينا ندخل مباشرة إلى اللعبة يا جماعة ونبدو اللعبة طيب في الحلقة السابقة قمنا بإعلان حرب طبعا على بيزنطا والسويد أعلنت على الحرب أخذنا من بيزنطا مدينتين وأخذنا من السويد مدينة فتحناها وهي مهمة طبعا لينا اللي هي أنقرة دخلوا مع البيزنطيين حلفاء ودخلوا مع السويدين حلفاء أدخلنا أيضا نحن معنا حلفاء وفي حلفاء آخرين ومن أهمهم اللي هم المرابطين لم ندعوهم للحلف ليش لأن المرابطين يا جماعة عندهم اللي هي القسطنطينية تابعة عليهم مقاطعة تابعة عليهم فهل تعتقد أن المرابطين ممكن يدخلوا معنا في التحالف هذا بمعنى عندنا هدف يعني لا نتنازل عليه اللي هو إعلان حرب على القسطنطينية عموما نحاولوا معهم طبعا هما أيضا يا جماعة حليف مهم جدا مهم جدا فلو دعوناه لانضمام للتحالف نشوف إحنا دية بس يا جماعة إحنا قلنا أصبر شوية أنا نسيت نسيت الولاية البابوية هي منضمة مع من مع بيزنطيين أم مع أوكي منضمة مع بيزنطيين السويد منضم مش معها إلا كرواتيا كرواتيا جماعة قريبة مننا كرواتيا شوف شوف عندهم جزيرة أم مع بيزنطيين أم معario المربطين ح mı مربطين عندهم حروب عندهم حروب مع الوراقلة عندهم حروب مع قشتالة آل وعندهم حروب وعندهم حروب مع و mega زهره يعني الكفل candida صالحهم لأنهم محتلون منطقة كبيرة من جزيرة الري بيرية المربطين آخ دعونا مع راحتهم مش pray ما نزعجوهم طيب ما لدينا هنا تصدير او استيراد الصوف طيب يا جماعة الصوف هذا محتاجين على ما اعتقد في احد الصناعات انا متأكد انهم محتاجين في احد الصناعات طيب خلانا استوردوه عندنا هنا الجاسوس 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 بيقوم برشوة احد القادة السويديين بيكلفنا 8750 بيكلفنا 8750 اللقاء سبايا حتى اخذتنا من الاسباء بيكلفنا جاسوس جاسوس كشفوه في السويد كشفوه في السويد يا شيخ لا يستطيعون ردو السويد انا بطريقة السويد كل المتعامات جميع المتعامات نحن لتجمع التجمع نسبة التخفي قليلة يعني يستطيعون يصطدوك يعني مكشوف ما تستطيعش تردى لنفس المملكة اللي هرب منها شفتوا لما بعتناه لبيزنطا وتم القبض عليه في الحق السابقة نفس الشي نفس الشي بصليلة لو بعتناه أو رجعناه للسويد لأنه مكشوف طيب هنا عندنا يا جماعة اللي هي ميزة الوفرة ميزة الوفرة أصبحت هذه هي سوفوا يا جماعة ميزة الوفرة شوفتوا ميزة الوفرة شني ميزة الوفرة يا جماعة لما قمنا باستيراد الصوف لما استيرادنا الصوف الصوف هذا يدخل في صناعات كثيرة عندنا هنا البيرة على ما عليك نستوردو فيها مباشرة من الصلاجقة جدا Mysterio اوكي ماشاء الله هكي يجماع عندهم اصبح الامراء اولاد الملك الامير نورمان اولاد يجماع عندهم مهارات قوية جدا شوفوا عندهم مهارة القتال هدا قوية وعنده مهارة الدبلوماسية مهارة رجل الدين او مهارة العالم مهارة الجاسوسية اوكي جميل والله طيب هنا في اشتباك بين الشدديين والمملكة دانشمانر البرينس نحن مهارة الانفندري طبعا هو الوريث يا جماعة والله انا غالط البرينس نحن قد اصبح البرينس ولي العهد المقبل طيب يعني خلاص بما انه طورناله مهارة فهو جاهز على ما اعتقد جاهز لتولي الحكم لو ان ابوه نورمان هادا لو توفى لانه اصبح عمره كبير لو توفى سيمسك مباشرة بعد ابنه فهذا شي كويس طيب دانشمان هدوما هزموا الاشدديين جميل شن عندنا احنا من جيوش جاهزة كل الجيوش جاهزة جماعة كل الجيوش متمركزة وجاهزة طيب القناة جيوش مستعجر او كي كرواتيا اصبح تاجر من هذه جزيرة دايجا الموجوده قام بتجربة لجزيرة جميلة تم احتلالها حديثا تم احتلالها حديثا من كرواتيا اتبع لهم الاوغرا قيصة بحصل مدينة قبل طيب هذا صديقنا يا جماعة هنستطيع نرسلوه لجهة ثانية طيب هذا يا جماعة جاسوس لم نرسلوه حاليا من أعدائنا لم نرسلوه نرسلوه للولاية البابوية عارفين إن الولاية البابوية هي اللي تتمول في الحملات الصليبية الدول الأوروبية تجي للولاية البابوية وتدفع لها في أموال فلو استطعنا بالجاسوس نرشو تاجر من التجار الموجودين في الولاية البابوية يا جماعة صدقوني هنستطيع نسطع على خزائنهم لو وصلنا للمرحلة هذه دائم يا جماعة هتكون ضربة العمر نفس ما صار في زمان في البيزنطين تقريبا صح لما خذينا منهم مبلغ ضخم طيب الولاية البابوية نرسلو الجاسوس لهم تو خلينا جنرالات هدوما يا جماعة نستطيع نطورهم تو نشوفوا هذا مسلط طور الثالث قيادة 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 لن تستطيع نطوره والمشكلة ان يستطيع نطوره انا اتمنى انا اطلعنا مهارة اطلعنا مهارة اطلعنا مهارة اخرى اقتربهم اطلاعنا مهارة انا اطلعنا مهارة أتوقع لك للتجارة المترجم الى السويد المهارات اللي ينصف فيها الشباب بها اللي تعزز قدرات المملكة بالكامل عندها منفع للمملكة بالكامل هذه فيها عالمة استفهام ما معنها؟ هذه فيه شيء ممكن تنبيه الشخصيات الجالية تقترب من الموت الطبيعي من الشيخوخة عندما يكون الملك محترما يكون لذلك تأثير سلبي على بعض المفاوضات الدبلوماسية مثل اتفاقيات عدم الاعتداء والزيجات الملكية ومطالبات امبراطور العالم انا صراحة الخطوة اللي اتخذتها بالنسبة للزيجات وبلغتها يعني اأمن وافضل لين زيجات من نفس المملكة يعني بوش نديره زيجات مع المملكة تانية عارفينها زيجات من المملكة تانية يتحسن علاقات معاهم صح؟ لكن النقطة اللي الضعفة والشي الخطير في هذه الجهزات مع المملكة التانية لم يطلبوك بالمقاطعات يعني لابنتهم فهذا شي خطير ممكن يعني عليك الحرب فجأة هذا مش باهي لا للعلاقات ولا للتجارة ولا لأي شيء احنا مش محتاجين نأجج الصراع خلف ظهورنا احنا خلينا كل المملكة اللي خلف ظهورنا الآن يعني يعتبروا أقرب للأصدقاء فإحنا مأمنين ظهورنا من ناحيتهم فلو عملنا زيجات معاهم على أساس تحالفات تعزيز تحالفات فمثل هذا الشيء صير مثلا الملك الرجل كبير يموت خلاص انتهي الموضوع يانو عليك الحرب ونقعد نرجعه في الجيوش للخلف والمخطط يفشل بالكامل ونقعد نعوده من جديد لا 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 مينفعش صفقة تجارية تكلفنا 4776 الربح 13344 وافق على هذه الأمر جميل نحن لدينا مشكلة مع الموضوع الآخر يا صاح صاح هذه الثورة أيضا باسم التاج الربحك ستتسر عندما تتسرى من ناحاتنا باسم التاج باسم التاج نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك لا تركي لي بأي مختلفة نحن الربحك الربحك نحن الربحك نحن الربحك لا أستطيع أن نتبع الموضوع نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك نحن الربحك الحذر لأنه بعدت عليهم الحدود حكرا بالله عليكم السلاشخ سلمناهم مهمة بسيطة سهلة جدا حاربوا الحلفاء المنضمين لبيزنطة ومن ضمنهم الشدديين الشدديين حاليا البايل أنهم لم يعودوا أعداء للسلاجقة شوف لم يعودوا أعداء تركونا في الواجهة قبرص تعرض علينا أنها تتهاجم للثورات التي تخرج إلى أراضينا أوكي أيوة المجاريين هادهم هنغاريا دخلت في الحرب ضمت للسويت هنغاريا هذه هنغاريا المملكة الكبيرة البايل أنها ستفتح جبهة ضخمة يا جماعة تفتح جبهة ضخمة الصراع طبعا هي مش مع البيزنطين هي مع السويت خلينا نهجموا على هذه المدينة اللي هي سينوب آخر مدينة سويدية هي في المنطقة تقريبا نعم آخر مدينة نهيك على ترابزوند يا جماعة ترابزوند اللي هي آخر مدينة مش آخر مدينة هي أحد المدن المعزولة لبيزنطة هنا موجودة تهاجم فيها اللي هي الجوش مستأجرة وتهاجم فيها بالثورات كنت تعطي مهمة للممكن للصراع قلت ممكن يستطيعوا يحتلوها لكن لم يحتلوها فأوكي ما يبوش يحتلوها نحتلوا واحنا ان شاء الله كلنا كونينة لا أعطيك رضيهم جيش نحن معطل حتى ينضم لي يحارب السويدين البيننا حياخد فترة طويلة مش هيصرف في الموقف المنسي أتمنى أن يطلبوا السلام يا جماعة الشددين يطلبوا السلام يا جماعة وأغلبية الشخصيات موافقة على هذا الأمر شير رأيكم موافقوا عليه لأنه مش محتاجين عدوي يدخلوا معنا ينسحبوا مما قال لك خلاص قال لك لم نعد نرى بيزنطة كقائد جدير يعني مش هنتبعوهم خلاص مش هندعموهم في الأرب شير رأيكم موافقة عليها ولا ناخدوا معاها شروط مثلا مثلا أموال سير رأيكم ترى شوي أوكي هم عرضوا علينا أموال 3600 كوينز ممكن نطمع في شيء أكثر من 3000 شير رأي حاولي ترى يا جماعة والله ممكن تعرفوا ممكن نحصلوا منهم شيء أكثر مثلا فازل فازل وقت ضد البيزنطيين والتحالفة لا مش هيقبله ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال يارتنا عرضنا تجارة في في الشروط متاع السلام مش مشكلة ما زال ما زال ما زال ما زال عن طريق لما ترشي التجار فيها لما ترشي التجار هم حيوصلوك مباشرة بطريقة ما للخزائن متاع الدولة اللي يتبعوا لها لكن هذه طبعا بعد ما يقدم لك هذه المهمة محتاجة ممكن بعض الوقت لكن مش مشكلة رشوة التاجر ستكلفنا 6550 ان شاء الله يا جماعة انطيحوا في الكنز مغارة علي بابا اللي موجودة عند البابويين و الله حتهم ضربة العمر طي وصناتهم قبل الهزم الله عليك من الضوء وطبعنا رجل عرضنا فتنملهم السويديين طي الثغرات هم تكفلوا بها القبرصيين وكي ما عندناش مشكلة معاهم الجزيرة كرواتيا الفاطمين هجموا عليها شوف الحليف اللي يدفع به الرأس شوف حجموا الكرواتينا حجموا الكرواتينا الجزيرة فاطمي صح لي نجحنا في رشوتا طبعا يا جماعة هذا التاجر ونجحنا في رشوتا نجحت الرشوة لهذا التاجر جميل حاليا الرجو في مهمة حتى نستطيع أن يجيبنا فرصة قوية جدا للاختلاص هنا أيضا مهمة أخرى وهي رشوة ماريشال في الولايات البابوية وشوفوا الماريشال يا جماعة شوفوا المهارات الموجودة عندها دائم لفلة خمسين خمسين اللفل ونسبة النجاح 63 في رشوتا وأيضا المبلغ اللي حنرجوه به 6900 يعني مش مبلغ كبير جدا والله يلا كويس خم بهذا الأمر يصلي نرى الشدوة مني ويب نقتلوا الملك لا 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 دا أنيمي كينغ الملك قتلوه الملك ملك السويد يا إلهي يا إلهي قتلوا الملك ليش يا جماعة أسرتوه يا جماعة طيب عندنا الملك نمشو نكمله هجوم نرجع نعود القوات نعود القوات نعود القوات نعود القوات نعود القوات نحن نذهب يا جماعة هادي ونحتلوها البيزاطين وجودهم هنا لازم نلغوه انا نجحنا في رشوة الجنرال الجنرال البابوية أصبح تابع لنا يؤتمر تحت أمرتنا من ثاني هذا جنرال تاني واو 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 هذا يجمعها نحن نعود مباشر لولاية البابوية الدمشقيين قالك نارى أنك في حالة حرب مع بيزنطة إذا كان الأمير نورمان في حاجة إلى المساعدة فإن جيوش دمشق ستساعده بكل سرور اوو أنا كنتنتوقع أنهم يدعمون في حرب واحدة فقط توقعتش أنهم ينضمون لأكثر من حرب طبعا الدمشقيين يدعموا في حربنا ضد السويل حاليا قالونا أن استطيعنا نضموا معكم في حربكم ضد بيزنطة يا شيخ والله هنكم لا نوارا والله هنكم نوارا نوارا في حقل من الشوك أيوة هذه دولة حتستقل على الولايات البابوية أي دولة حتستقل هذه مقاطعة سكودرا طيب مقاطعة سكودرا هذه يا جماعة اللي هي في الأساس سابقا كانت اللي هي على ما أعتقد والله أعلم صربيا صربيا تقريبا وبعدين ضمتها الولايات البابوية واصبحت تاب عليهم الولايات البابوية شين عندهم أصلا تلك مقاطعات فقط اللي هي أهمها وممكن أكثرها أهمية اللي هي روما وعندهم هذي هنا سكودرا وهنا شيني تارانوفو طيب سكودرا يا جماعة هذا اللي هي حيقوم بانقلاب وانقسام عن الولايات البابوية وبيكون طبعا فازل تابع لنا اللي هو هذا القائد طيب نسبة نجاهم هدو سبعين وووو المبلغ 14000 14600 مبلغ كبير كبير في الاستقلالية لكن يلا اللي نضربوه منهم نضربوه صح اللي نضيفوه لي ننضيفوه وممكن يساعدونا يعني بالذات إذا دخلنا لأراضي الأوروبية هنا للبلقان ممكن يساعدونا في هجماتنا ويقوم بالهاء الأعداء لكن مش عارف إذا استقلوا هل يصمدوا أمام الهجمات هذا ليس قلاقل نشوفوا الجيش إذا كان يستطيع يتكفل بالمدينة البعالة الجيش هذا جيش مريك الجيش مريك نشوفوه ترح لإستطاع وإستطاع 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 فاطميين لا أشهد ليس بالمقارنة سيد فاطمين سحبوا من التحالف ضد بيزنطة هذا استرجعوا الجزيرة وكي دخلوا التحالف لمصلحة شخصية بحتة استرجعوا الجزيرة ا beforehand استرجعوا الجزيرة وقال لك السلام عليكم وضعوا معاش نبو معاش نبو حروب هذا هي اللي نبوه وضعوا محدفة فاطمين فاطمين فترجوا من التحالف في المحيج ساعة فقط لدخلوا المهر fella بحجوها في المدين المنطقة ليس لدينا مجموعة يا سيد نعم يا سيد سيدنا نحن 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 مدينة أخرى جميع الحصار مفادت حتى خمس دقائق على الحصار كل الحصار مفادت حتى خمس دقائق على الحصار نسحبوا مفادت في الحصار موضوع ديبلوماتي قادمت بيزنطيين تم سيطرة عليهم واحتلالهم من قبل الثورات هل نستطيع نسيطر عليهم؟ هل نسيطر عليهم إذن؟ الثورات هذه سهلة التعامل معها أوه هذا هو هذا هو يا جماع هذه هي المهمة هذه هي المهمة الراشي فيها شوف 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 مهمة اختلاص يا جماع صرقة الخزانة مولاي أجاسوس هيرمان وجد على ما يبدو طريقة آمنة لصرقة الذهب من الولايات البابوية إذا خيطنا الخيوط بعناية فيمكننا أن نكون أغنياء من ظهور البابويين المطمئنين في أي وقت من الأوقات يا السلام نسبة النجاح 73% فقط تكلفت هذه المهمة 700 قطع ذهبية هذه هي المهمة هذه المهمة هذه المهمة اللي كنت نستنى فيها والله كنت نستنى فيها فترة طويلة هل أنا جيد أو ماذا؟ أوكي أوكي مبلغ سمح مبلغ سمح مبلغ جميل مش كبير جداً لكن جميل 67186 قطع ذهبية جميل جداً هذه من الخزانات البابوية كويس 67000 كويس كويس شميل شميل المهمة هذه هي الانقلاب نعاودوه من جديد بمن عندنا خزينة ما شاء الله كلفنا 14500 انقلاب أو انفصال عن ولاية البابوية في مقاطعة سكودرا خلا نقوم بها المهمة هذه ونشوف النقاط الدينية جماعة هذه الحاجة الوحيدة ممكن المستغرب انها ما ملقيتش لها أي مبنى أو خاصية يزيد في السعة النقاط الدينية شين السعة اللي يزيد في سعتها يا جماعة قاعدة واقفة على الألف بنات مساجد بنات قلاع بنات مدارس لكن هذه مزادتش السعة قاعدة واقفة على الألف ليش؟ هل دائما هل هي هذه ألف فقط ولا في زيادة مانيش عارف إذا في حد يعرف الشيء هذا يقول لي في التعليقات أيوه كرواتيا كرواتيا تطلب السلام طبعا كرواتيا منضم والسويد صح؟ نعم وأيضا الهنغاريين أو المجاريين قررنا أن حربك مع السويدين لم تعد مصدر قلقنا جميل لكن أن نتركوكم هكذا بدون أي مقابل فهذا أمر مرفوض تماما تماما رفضناها نجوم بكرواتيا تعالوا جيتان تعالوا السلام اهل السلام أهل السلام هم في الأساس فازل يا جماعة كرواتيا في الأساس فازل فازل للمجاريين يا شيخ شوف الأموال اللي عندهم محقولة كرواتيا عندها الأموال هذه كلها 100 ألف رفضوا 75 لا 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 50 رفضوا 25 رفضوا حتى 25 10 ألف سائر نحن نجد أن نجد من أردنا المقابلين نحن نجد من أجد المقابلين نجد من أجد أن يجد من أجد وقتك له سبحان الله سبحان الله سبحان الله هي صح مش عدوتنا لكن هنواجهوها هناك كل شيء يوجد مدينة كرواتيا هدهية هل لديك مجموعة لني سايا؟ قم بواجبك مهام الجاسوس حاليا تولي السطوة على الخزائن يا جماع ان شاء الله يحصل احد التجار يستطيع ان يرشيه شوف يا جماع نعلم انفسنا خلافة نسبتها 62% 62% فقط نحتاج حاليا لألف نقطة دينية و 3000 قطعة دهبية 3000 قطعة دهبية متوفرة عندنا ماشاء الله عنا اللقاط الدينية فقط محتاجين نزيده في اللقاط الدينية تولي الف بعدين نعرض عليهم العارض دخلنا في الثورة منذ انظم هنا حتى انظمت معاهم منذ انظمت معاهم الملك مات الملك مات الملك مات الملك مات لكن استقرار مئة في المئة سلطة التاج ايوه 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 والله جميل والله جميل بيزنطة يلباننا خلاص معاش استطاعت انها تسترجع المدن اللي فقدت معاش استطاعت النقاط الدينية النقاط الدينية النقاط الدينية الف وصلنا لها تلتلاف نحطونهم اعلان الخلافة نطلب الخلافة يا جماعة نعلم انفسنا خلافة خلافة رابعة طبعا خلافة رابعة يا شيخ ايوه اخذنا المدينة واخيرا يا جماعة فتحنا مدينة البورصة ومدينة نيقية مدينتين فتحناهم يا اخواني ها ها طبعا اخذناهم من الثورات الثورات سيطروا عليهم كانوا فيها متمردين واستلمناها بشكل يعني اسهل من السهولة اهلا 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 وهذا جماعة تاجر تابع الكرواتيا الله العظيم لكلهم يطيحوا في المنداف كلهم يطيحوا في المنداف ندينه مرفع تجاري هنا في البورصة هذا زيادة الدخل طبعا رشونا يا جماعة التاجر نجحة رشوة التاجر تاجر كرواتيا قوة طلبنا قام بإعلان نفسها خلافة قوة طلب فلسطين بإعلان نفسها خلافة بالرفض للاسف لم يلقى مطالبتنا مطالبتنا استحسان العالم الإسلامي يبدو أننا لم نكتسب بعد الاعتراف بنا كخلافة العلاقة مع جميع الممالك الإسلامية ناقص ميتين الشهرة ناقص مية طبعا خصارة والله خصارة بلاسف البابويين يطلبوا السلام قال لك يمكنك التعامل مع بيزنطة على النحو الذي تراه مناسبا طيب من البابويين يطلبوا الشيء هذا؟ شراكم نحط عليهم شرط قوي مقابل السلام معاهم سلام موقت طبعا يا جماعة حاليا ما يشكلوش علينا أي خطر وحيكونوا مستهدفين استهدافهم سهل خلونا فقط ندخلوا إلى القسطنطينية ونتعمقوا قليلا وبعدها نهجم عليهم البابويين ونصلوا إلى عقر ذارهم خلونا نفرض عليهم شيء خلونا نفرض عليهم شيء قوي جدا فازل موجودة حتى الفازل هل نستطيع نخلي بوليتي بابويين فازل يا جماعة معقولة مستحي مستحي قلت لكم مستحي نخليون فازل صعب طيب خلنا ناخدوا منهم أموال ناخدوا منهم 25 ألف طيب و تجارة رفضوا 10 ألف 10 ألف و تجارة و تجارة و تجارة متوقعتش متوقعتش أنا موافق على الأشي هذا طيب بيزنطين من قاعد معهم ولا أحد ولا واحد انضموا معهم خلاص بيزنطيين لحالهم لاحظت ان بيزنطا صار لها ضعف غريب فجأة حتى الثورات سيطرت على المدن الخاصة بهم هنا في البلقان اللي هي البورصة والنيقية ضعف شديد وايضا ترابزون ترابزون ما جيتش ولا قوات ولا اي جوج تدفع او التهجم علينا شن السبب شن صار فيهم في حاجة صارت لهم غريبة مش عارف هل موارهم مثلا انتهت مثلا جماعة ترى نشوفو نديرو تجربة فقط مش طالبين السلامة لا اصبر شوفها لا عندهم موال والله عندهم بشوف ستة ستين الف عندهم موال طيب منش عارف والله مني عارف فخلينا خلينا منهم حاليا خلينا منهم نجو لي طبعا عندنا المدينة الاخيرة اللي هي هذه المدينة هي سينوب نستهدفوها الان عندنا جيش هنا في طرابزون وعندنا عندنا جيش في انقرة عندنا جيش في انقرة تخطينا الدفاعات هادي وهذا خلونا يدخل مع البحر وبحر السرع طبعا يلا يلا كما تريد تخطينا الدفاعات تخطينا الدفاعات قوات قوية قوية لدينا جيش هنا عندنا جيش هنا ايضا ايضا احد المدارس انتهت من بنائها يا جماعة وفي مدرسة ثانية ايضا ايوه ايوه دخلنا فيه دخلنا في سينوب يا جماعة بجيشين هذا الجيش اللي هو جيش الملك صح هرب الجيش هذا انتع الملك هرب خلاص يلقاها معركة خاسر انسحب يقول لك عن يقتلوني زي الملك الاول لقد قتلوني زي الملك الاول لقد قتلت مجموعة سير جميل لقد قتلت مقاطعة خلفها طابع البيزنطيين ايضا حتى هي يا جماعة هذه نستهدفها هذا ايضا نستهدفها ونجد القسطنطنية محاصرة من الامام الخلف تعالا 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 شنسم هذه يا دي مدينة ادريانتو وقتنى لأدريانتو مدينة أدريانوبول هذه يا جماعة من نهجم عليها لتحقق ونهجم سير كمنا يطلب السلاة لا نستطيع ندخل مباشرة مستطيع المتوقع نتحق المتوقع قمت بصير نفسي يا مربي أدريانوبول مدينة أدريانوبول تم دخول عجق مدينة مدينة أدريانوبول قصتانطينة الآن أصبحت فيه مدينة الأولى حيني هناك قصيد مني هذه هي القصيدان قصيداتكم حينيبه الشددين سحبوا طبعا مباشرة لما عرفوا أن المدينة أصبحت تحت سلطتنا في قوات مستجرة تم القضاء عليها في البحر الأسود تم القضاء عليها في البحر الأسود لي قوات مستجرة قضت عليها القوات البيزانطية أيواء خيرهم الشددين يا جماعة خيرهم نضموا البيزانطين مرة تانية لو غاد اشتبع علينا تبعناهم لو غاد تيبا نلعب الله هذه الضربة التانية يا جماعة الضربة التانية في الاختلاص من كرواتيا اللي عندها خزينة ضخمة يا جماعة نسبة النجاح 68% ندفع 600% فقط يا سلام هذا الاختلاص التاني بيش يكون عندكم علم يعني نقوم بيه نقوم بيه الشددين يا جماعة والله العظيم ننتقم منهم ننتقم منهم الأوغات والله كان من ننتقم منهم المشكلة الجيوشنا حاليا مش مش مستعدة عندنا جوش تحاصل في هذه المدينة سينوب وجيش واحد فقط هنا في نيقية والشددين الأوغات شوف جوشهم وين شوف شوف والله يلا هو شل يا شيخ حرام عليك والله يحرام عليك حرام عليك حرام عليك آها هذه قوات مستأجرة من الأموار المنطقة التي يتركها ولكن ليس كروات او مجاريين قوات مستأجرة مجارية أو مرتزقة مجاريين يهاجمو فينا الشددين الغريبة انهم رحلوا لمقاطعتهم ما هوهاجموش على أراضينا لكن انضموا لي بيزنطة منضميلي بيزنطة و أعدائها نقوم لي آه أوكي لأن الشددين رجعوا المساعدة يتبعون مرشوة مليئة مليئة تتحرك الملك سأقوم بإضافة الملكة المساعدة تتحرك في ملكنا لم يرى أنه يأتي و ملك كرواتيا فكان اضراب على هذه المدينة اللي هي أدريانوبل طيب هادي يا جماعة ما تقول ليش هو نفس الماريشال اللي رشوناه بيدين انقلاب نابلس صح نابلس في كرواتيا يا شيخ مش في كرواتيا في ايطاليا جنوب ايطاليا نابلس هذي بعدها روما واو هذا بيكون فازل تابعينينا صح لكن يا جماعة شوفوا انها فيه النافاريين نظريين يخليهم و مش يخليهم الحالة لم يكلفنا اربعطاشين الف والله مبلغ 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 أربعطاشين الف لكن بنحاول صدقو مانش مؤخر لأمر هذي بنحاول ونشوف سوف ننشر الإسلام في نيقية و في بورصة صفقة تجارية صفقة تجارية المجريين يريدون السلام يريدون السلام و يقول لك إحنا خلاص ما عايش عندنا علاقة بالسويد ما يهمناش أفعل و في السويد ما تريد خلاص طيب تعالوا تعالوا متزعلوش 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 يا مجريين و يا علماء متزعلوش الامر و ما فيه إننا محتاجين فوائد من هذا السلام مشتحلة يعني نطلعوا بولا شيء تجارة ممكن مبلغ مالي شا رايك رفضوه طيب مش مشكلة تجارة و مبلغ مالي أقل عشر ألاف جميل لا حول ولا قوة هدوما العلماء كيف ترضيهم هدوما كيف نديروا فيهم لما رفضنا السلام معاهم بدون أي مقابل رفضنا السلام معاهم زعلو العلماء لما عملنا معاهم سلام و عملنا معاهم و درنا تجارة و أخدنا منهم مبلغ عشر ألاف زعلوا مرة تانية هدو شن يرضيهم هدو هدو شن يرضيهم هدو من العلماء هدو لا حول ولا قوة إلا بالله اخطونا يا جماعة خطونا اخطونا غادي طيب عملنا سلام مع المجريين اعملنا معاهم تجارة مقابل هذا السلام و مبلغ 10 ألاف أوكي كويس شن فضل السوادي الحالها و بيزنط الحالها واحنا حلفان ايضا انسحبوا من حلف جميع التحالفات اللي عملناها ضد هذه الممالك البيزنطا معاها الشدديين وسويد الحالها فقط خلاص كل الحلفاء خرجوا من هذه التحالفات وفلسطين ايضا حلفاءها خرجوا من جميع التحالفات معاش في حليف ينضم معنا طيب التاجر ربح الصفقة اللي هي 12 ألف مش مبلغ كبير لكن اوكي القسطنطنيين يا جماعة اصبحوا محاصرين معاش عارفوا شين يفعل أو شين يعمل سويد مرة تانية تطلب السلام لان نسيطر على هدو مدينة من هي سويد من دخل معه بليقرود شنهي بليقرود من هؤلاء بليقرود انتظار الانتظار الانتظار لنا ها بليقرود بليقرود هادي يا جماعة مقاطعة اصلا في الاصل هي تابعة للسويد حاليا كيف تذكروا انهم انهم ينضموا للازوديين هي مبعدها جماعة بليقرود ها سويد نيقية جماعة نيقية حاليا حولناها للديانة اسلامية وحاليا يحاول العالم مرتين يتجه الى البورصة حاليا يحاول مع البورصة وحيتجه بعدها الى هذه المدينة اللي هي أدريانوبل سايا نستطيع دخولها سينوبل ايوه سلا نستطيع دخولها سينوبل فلنا دخل إليهم فكيف هنهجم علي هل نتسلق أو نحطم البيبان يعني هذه تنشن سبييرمن شارج يلا سعديوه يلا سعديوه ساعدوا يلا صعدوه ساعدوا الرياح ساعدوا للحق تستطيع الڤاوين ساعدوا الرياح لا 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 لك لا 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 مستعد للقموات احسن يا أخي مستعد للقموات اتحرك كبير اتحرك 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 هذا ما نعطينا اتحرك تستعد للقموات لتحرك اتحرك اتحرك احرك اتحرك اتحرك سيطرنا 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 جميل سيطرنا جميل 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 سيطرنا على مدينة سينو اوه هذا فيه دولة انقسمت يا جماعة انقسمت على البيضان ما اسمها المملكة هذه مملكة سترايمان جديدة يا جماعة هل انقلبوا انفصل عليهم شخص احد القادة او جاسوس هو الملك الخاص بها اوكي يا جماعة ليس انقسامي يعني مدبر من مملكة تانية لو ان كان من مملكة تانية كان ممكن يكونوا فازل هذه المملكة تكون فازل لأحد هذه المملكة اللي قامت بيدعم هذا الانقلاب لكن لا انقلاب صار فجأة يعني بدون تدخل يعني اي شخص فيه شخص فيه احد انقلب على بيزنطين كان مشغلت مقاطعتين صح نعم مقاطعتين مقاطعتين واو واو تطور رهيب تطور رهيب انا توقعت انا قلت لكم انا لاحظت ان البيزنطيين ضعفوا بشكل كبير جدا جدا يا سلام يا سلام اوكي اوكي يا جماعة اوكي يعني تقدمنا تقدمات قوية سيطرنا على كافة الاراضي الموجودة هنا في الاناضول كل المناطق وسيطرنا على مقاطعة في البلقان وخلف مباشرة خلف القسطنطينية حالية القسطنطينية محاصرة الهاجمة الجاية هتكون كاسحة لهم يعني هناخدوها مباشرة مش هتكون صعبة علينا الشيء الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعض الحساسيات اللي هي ان القسطنطينية فازل للمرابطين فمنش عارف شين هيكون رد فعلي المرابطين الله اعلم ما اعتقدش انه يدخلوا في حرب ما اعتقدش اصبح سيئة البيزنطين خلاص ضعفوا جدا جدا شوفوا المملكة متاعتهم صار فيها انقسامات حلفاء اللي كانوا معنا انسحبوا جميعهم وهذه يا جماعة زي ما ريتوا يعني تقدمات ان شاء الله عجبتكم شكرا يا جماعة على المشاهدة والمتابعة ما تنسوش طبعا دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر ونشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع السلام شكرا